بسم الله في هذا المحاضر الرابع ان شاء الله سوف نقوم بوضع النظام الانشائي باختيار ووضع النظام الانشائي طبعا طبعا عملية اختيار النظام الانشائي طبعا يعتمد على عدة عوامل منها مثلا اذا كان المبنى هذا مبنى عالي مثلا معرض لزلازل والرياح فالنظام الانشائي هنا سوف يكون مختلف سوف نتعرض للانظمة الانشائية المقاومة للأحمال الجانبية مثل الرياح والزلازل اما اذا كان المبنى حقنا هذا فقط يتعرض فقط لأحمال ميتة وحية كما في المبنى هنا فهذا فقط ربما قد لا نحتاج الى حوائد قص لذلك النظام الانشائي سوف نختاره هنا هو عبارة عن اعمدة مستضية طبعا النظام الانشائي هو عبارة عن ما هي العناصر الخرسانية التي سوف يتكون منها هذا المنشأ او تتكون او تحمل هذا المنشأ حتى يتم تنفيذه بالصورة المطلوبة كما في المخططات المعمارية طبعا ان شاء الله النظام الانشائي هنا سوف يتكون من اعمدة مستضيلة واعمدة دائرية هنا في الاماكن حتى العمدة الذي يعملها المعماري هنا في مقدمة المبنى هذا بالخصوص العمدة بالنسبة للأبيام سوف نستخدم أبيام صاقضة في حواف المبنى وذلك من اجل الاستقرار الافقي وسوف نستخدم ايضا ابيام هيدن بيم في البلاضات الهردي بالنسبة للسقوف سوف نعمل جميع السقوفات او جميع البلاضات بلاضات هردي واخر بلاضة سوف نعملها بلاضات فلاتسلاب وممكن نقول اننا عملنا فلاتسلاب وذلك لكي نتدرق الى نوعين من تصميم البلاضات وكذلك ان البلاضة الاخيرة ممكن المالك يغير اذا اراد ان يغير من التوزيع في الحوائد فالبلاضة الفلاتسلاب هي البلاضة المناسبة لتغيير الحوائد في المستقبل مثلا اذا اراد ان يبني مثلا المبنى حقنا هذا مكون 4 او 5 طوابق اذا اراد ان يبني الطابق السادس واراد ان يغير من توزيع الحوائد فالمناسب له ايش البلاضة الفلاتسلاب اللي ان البلاضة الفلاتسلاب من الميزاتها انها ايش قابلة لتغيير الحوائد وليس كما هو شائع عند اكثر المهندسين ان البلاضة المعصبة أو عند بعض الناس أن البلاطة المعصبة يمكن تغير الحوائد في أي مكان هذا طبعا غير صحيح حيث أن البلاطة الهوردي يتم تصميمها على أساس تتحمل الحوائد كما هي موجودة في المخطط المعماري فأي حائد يوضع أسفله هيدن بيم أو جسر لإيسي أو تأنوي فلا يمكن بعد تنفيذ البلاطة أن نضع حائد مثلا بين عصب وعصب وهذا طبعا فكرة مأخوذة الغرض عن البلاطة والمعصبة بالنسبة للأساسات سوف يترك تقدير نوع الأساس على حسب التصميم طبعا أول ما سوف نبدأ به في وضع النظام الإنشائي هي الأعمدة وضع عقبرة الأعمدة هي أهم عنصر إنشائي في المبنى ونجاحك في وضع الأعمدة في تصميمك للأعمدة هو بداية النجاح الكامل في هذا المنشأ عملية وضع الأعمدة لها عدة اعتبارات ولها عدة عوامل مفترض أن تأخذها في الاعتبار عند عملية وضع الأعمدة طبعا هناك عوامل تعتبر مثل الأفضلية يفضل مثلا تعمل العمود بهذه الطريقة ويفضل أن تعمل بهذه الطريقة وهناك عوامل إلزامية لازم أنك تلتزم بها في وضع الأعمدة فنطرق أولا إلى بعض العوامل التي تأخذ في الاعتبار عند وضعية الأعمدة منها على سبيل المثال وهو يعتبر الأهم أنك لابد أن تتقيد بالمحافظة على المخططات المعمارية ونعني بذلك الحفاظ على المخططات المعمارية أنك لا تقوم بوضع عمود مثلا على سبيل المثال أنك لا تقوم بوضع عمود مثلا هذا العمود تقوم توضعه في وسط غرفة أو تقوم بوضعه دربه مثلا بهذا الاتجاه مثلا لو غيرنا هذا العمود على سبيل المثال قبل أن نقوم بعملية الشرح وقمنا عشرين مثلا تقوم بعمل دربة العمود بهذا الشكل مثلا على سبيل المثال هنا بهذا الشكل يكون ظاهر داخل مدخل أو غرفة أو أي حاجة هذا طبعا شيء لا يحبث فيه وطبعا غير مناسب أنك تعمل حاجة مخالفة لخطة المعمارية معنى أنه لازم أنها تحافظ على الجمال المعماري تحافظ على الجمال المعماري من ناحية أنك تضع على أعمدة في الأماكن التي سوف تظهر داخل الغرف داخل المضابخ داخل الصالات لا تعيق شباك لا تعيق باب هذه هي الوضعية بالنسبة للمحافظة على الشكل المعماري ونحن عندما نقول نلتزم بالناحية المعمارية هو التزام برغبات المالك لأن المعماري أو المهنس المعماري هو يمثل المالك هنا يمثل المالك فذا غيرت في شكل المعماري كأنك خالفت رغبات المالك من العامل الثاني أو الاعتبار الثاني هو أنك لازم أنك تراعي وضعية البلانات فربما الطابق الأرضي التوزيع الحواد يختلف عن الطوابق المتكررة فربما تضع عمود مثلا في هذا المكان تضع عمود في هذا المكان ممكن نغير شدد طبعا تضع عمود على سبيل المثال في هذا المكان وتأتي إلى الطابق الثاني تجده أيش داخل غرفة تجده داخل أيش غرفة ممكن نغير هنا تجده داخل غرفة أو داخل حمام هذا لازم أيش دراعي اختلاف التوزيع المعماري في كلا الطوابق أما إذا كان المنشأة بكل في كل الطوابق فالعمود لن يؤثر من الناحية الثاني العامل أو الاعتبار الثالث وهو أنك أيش يفضل عند وضع الأعمدة ألا تزيد المسافات بينها عن ستة أو سبعة متر ولا تقل عن ثلاثة متر والسبب في ذلك ليس معنى أنه لا يمكن وضع أعمدة المسافات بينها سبعة متر بل عكس يمكن وضع المسافات لا حدود سبعة ثمانية تسعة متر لا يوجد إشكالية ولكن الإشكالية تكون أيش تكون أنك إذا وضعت مثلا إذا وضعت عدة أعمدة بهذا الشكل مثلا هنا وهنا مثلا على مسافات ثلاثة ثلاثة متر ولكن وضعت مثلا في كل عمدة المسافات بينها ثلاثة أربعة متر ثلاثة أربعة متر ولكن وعمودين المسافة بينهم سبعة متر على سبيل المثال هذا عمود وهنا عمود وطلعت المسافة بين 7 متر هذه المسافة سوف تصبح هي المسافة الحاكمة في التصميم بمعنى أنها سوف تؤثر في التصميم كل المسافات سوف يطلع تصميمها اقتصادي إلا هذه المسافة سوف تطلب منك جسور مثلا سمكها كبير والبلاظة أيضا سوف يحكم سمكها هذه المسافة وبهذا سوف تتجه إلى ناحية غير اقتصادية وربما هذه المسافة سوف تطلب منك استخدام نموذج إنشائي جديد مثل بلاظة الهوردي في اتجاهين يعني لازم يكون هناك تناسب في الأبعاد يعني التراوح من ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة أربعة خمسة فلا يكون مثلا جميع الأبعاد ثلاثة متر وتأتي مسافة واحدة سبعة متر هذه سوف تزيد من التكاريف وبالنسبة لا تقل المسافة بين الأعمدة عن ثلاثة متر هو أنه إذا قلت المسافة عن ثلاثة متر سوف يحصل تداخل في القواعد وتصبح القواعد قواعد مشتركة وهذا طبعا زيادة في التكاريف وطبعا المسافات إذا قلت عن ثلاثة متر فلا داعي أني تقل المسافة بهذا الشكل لأن الأعمدة هي تستطيع أن تتحمل مسافات أكثر من ثلاثة وأربعة وخمسة متر فلا تقوم تحصرها فقط في اثنين ثلاثة متر من هذه الناحية هي ناحية اقتصادية سوف تزيد من التصميم سوف تزيد من القواعد سوف تزيد من مكان عمود ولا داعي له من الاعتبارات المهمة أيضا وهي اختلاف أو نوع البلاضة ممكن نقول أي شيء نوع البلاضة فوضعية العمدة بالنسبة لبلاضة هردي تختلف عن وضعية العمدة بالنسبة لبلاضة مثلا فلات السلاب فالفلات السلاب من ميزتها أنها ممكن تكون العمدة بشكل مرتبة بشكل عشوائي مثلا تكون عمود هنا وعمود مثلا نختار عمود هنا وعمود بهذا الشق وعمود مثلا ممكن يكون وسط هذا الحائط وعمود ممكن يكون بهذا الشق فالفلات السلاب طبعا ليس فيها ابيام لذلك وضعية العمدة أو أماكن وضع العمدة إذا كانت عشوائية فما فيش مشكلة لكن البلاضة الهردي البلاضة الهردي يفضل أن الأعمدة تكون في نقطة التقاء الجسور المخفية فمثلا إذا وضعت عمود هنا وما فيش عمود هنا ووضعت أي حاجة يكون تحت عش جسر مخفي فالجسر المخفي مثلا من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة سوف يرتقس هنا على عش على جسر آخر والجسر آخر يعني سوف تكون أغلب الجسور جسور ثانوية جسر على جسر وليست جسور رئيسية يعني من عمود إلى عمود فالبلاضة الهردي يفضل أن الأعمدة تكون في تقاطع الجدران والسبب حتى تكون الجسور المخفية والجسور الثانوية تكون على الأعمدة وتكون نقطة التقاءها هو مكان عمود فمثلا إذا كان هنا كريت سيميلر إذا كان هنا عمود وهنا عمود على سبيل المثال فالجسر المخفي سوف يمتد هنا فوق أعمدة أما إذا جاء مثلا العمود أسفل كذا سوف إذا أردنا أن نعمل جسر مخفي بهذا الشكل سوف يكون على جسر مخفي جاي من هذا الشكل وسوف تكون نقطة هذه نقطة طبعا جسر فوق جسر وهذا طبعا غير مناسب أيضا من الاعتبارات الأخرى في وضعية الأعمدة هي أنك أيش تقوم أيضا بعملية توزيع الأعمدة بحيث يكون دربها درب العمود في اتجاه الطويل حتى يقلل من العزوم الناشئة عن الأحمال وبالتالي يقلل من التصميم وبالتالي تكون في الناحية الاقتصادية فمثلا على سبيل المثال إذا كانت هذه المسافة مثلا إذا نحسب هذه المسافة من annotate من هنا save المسافة بهذا الجهة ثلاثة متر سبعة سبعين سنتي وهنا ثلاثة متر سبعين سنتي هنا متساوية ممكن نشوف على سبيل المثال الجهة الثانية مثلا من هنا ومن هنا أيضا نتعتبر هذه الأبعاد متشابهة فمش إشكالي لو كان العمود تربوه كذا أو تربوه في هذا الاتجاه نشوف هنا ثلاثة متر طبعا هذا ما بيحصل لأيش إلا في التقاطعات فالعمود مثلا أي مثلا العمود هنا يفضل أن يكون دربوه ممكن بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه مثلا أو العكس العكس ممكن يكون أيش لا يفضل أن يكون دربوه بهذا الاتجاه ليش لأنه طبعا هنا نفس المسافة طبعا هي نفس أيش نفس المسافة ممكن نوضح هذا في المنطقة هذه مثلا مثلا العمود مثلا هذه المسافة وهذه المسافة درب العمود يفضل أن يكون أيش في الاتجاه الطويل درب العمود يكون يفضل في الاتجاه الطويل يعني كالوضعية الآتية مثلا بهذا الاتجاه مثلا لو وضعناه هذا الطريقة يفضل أن يكون بهذا الطريقة حتى يقلل العزوم الناسج عن عيش البحر الطويل والعكس تماما وهذه الطريقة التي غير مرغوبة وغير مناسبة بهذا الاتجاه طبعا الآن مثلا في عمود هنا لاحظ مثلا في عمود هنا لاحظ الآن درب العمود بهذا الاتجاه هذه المسافة بسيطة جدا بينما أبقيت على المسافة الطويلة هي التي في اتجاه العمود الذي الضعيف الذي نقول عن عزم القصور الذاتي سوف يكون في هذا الاتجاه الضعيف وبالتالي العمود يتحمل عزم كبير وبالتالي سوف يكون تصميم العمود كبير جدا وسوف يزيد أيش عرضه فالمناسبة أنك أيش تقوم أيش تقوم تغير دربه بهذا الاتجاه إذا أمكن ذلك طبعا وهذه طبعا ليس إلزامية ولكن إذا أمكن ذلك حتى نكون في أيش في الاقتصادية المناسبة حتى لا يكون حتى لا يظهر حتى لا يكون أيش تصميم العمود كبير جدا أيضا من الاعتبارات أيضا في وضعية الأعمدة أن تكون الأعمدة تختلف اتجاهاتها داخل المسقط مثلا تكون 50% و50% مثلا تكون 50% من الأعمدة دربها في هذا الاتجاه يعني بقدر الإمكان و50% في الأعمدة تكون دربها في هذا الاتجاه وطبعا هذا يفيد في الناحية أيش في الناحية مثلا الاستقرار الأفقي مثلا الزلازل مقومة الزلازل أو رياح إذا تعرض المبنى مثلا لزال بسيط يكون مثلا العمدة الذي دربها في اتجاه مثلا X تقوم الزلازل في هذا الاتجاه والعمدة الذي دربها في اتجاه Y تقوم الزلازل في اتجاه Y وطبعا يكون X بقدر الإمكان أن تغير اتجاه العمدة لا تكون اتجاه جميعها أو دربها الطويل في اتجاه واحد طبعا هناك قاعدة تحدد تعتبر أن العمود يقاوم مساحة 12 متر مربع يعني تفترض أن العمود يقاوم مساحة حول 12 متر مربع وبالتالي تقسم المساحة المبنية على 12 يطلع لك عدد تقريبي للعمدة لذلك ليش قاعدة دقيقة جدا ولكنها قاعدة تقريبية نلتقي في المحاضرة القادمة وكيفية وضع العمودة